أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل قصار جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي وجهها لأعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية بكل مشاعر الود والحفاوة يطيب لي أن أرحب بالسادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظم الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة ويأتي مؤتمركم الموقر ومصر في أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء وتبدو المصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ موسيقى